مشياً على الأقدام قطعت نساء قبائل المساليد غير العربية مسافات طويلة نحو مخيمات اللاجئين في دولة تشاد المشاورة هروباً من العنف في ولاية غرب دارفور على خلفية الحرب الدائرة في السودان في نوفمبر الباضي التحقت أفواج جديدة من نساء هذه المجموعة العرقية إلى هذه المخيمات تحملنا معهن قصصاً حزينة ومأساوية عن القتل والعبادة والاعتداءات الجنسية أنا كنت في المركز، مركز بتاعنا هذه أنا مدك الأسيستنت، كنت في المركز وأصنع شغالي بل استافذوا وجعنا دعم سري بعد ذلك اتقردنا للاختصاب صارونا لنا ثلاث يوم والزخيرة شديد ثلاث يوم والرابع دا أجيونا هجوم في البيوت بسبب الحرب في دارفور والخرطوم وود مدني ومناطق أخرى يشهد السودان أكبر أزمة نزوح في العالم النازحون خارج السودان وداخله يقترب عددهم من سبعة ملايين الوضع الحالي يعيدنا إلى الأيام الأولى لهذه الحرب حيث المواجهات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع كانت منحصرة في الخرطوم تلك الفترة كانت هي فترة يتحدث فيها الناس وهم داخل منازلهم بينما يستمعون إلى أصوات الرصاص من حولهم ويستمعون إلى المناوشات بين الجانبين الآن الأمر تغير هذا الزميل أكمل طاها يتابع هذه الحرب مثل باقي السودانيين الذين يعيشون بالخارج ويتابع تدفق الأخبار والمعلومات باعتباره صحفياً في شبكة الشرق الأوسط للإرسال MBN هنا في واشنطن لدينا الآن إشكالية في راديو سوا أن نتواصل مع كثير من الجهات للحصول على المعلومة خاصة حتى وصلنا إلى أننا انقطع بيننا وبين أحد مراسلين التواصل خلال الفترة الماضية بسبب الاتصالات إقليم دارفور على وجه الخصوص انفصل خلال أسبوع كامل لا توجد أي اتصالات على الإطلاق لا عن طريق الإنترنت ولا عن طريق الاتصالات العادية أصبح الآن شبه معزول عن العالم تماماً في هذا البودكاست سنحاول فهم كيف تطورت الحرب في السودان بين طرفين نزاع وكيف يعيش السودانيون في ظل استمرار العنف ولماذا وقف القتال مهمنا الآن لعودة الحياة إلى شكلها ما قبل الحرب أنا عبد العالي الزهار وهذا بودكاست زوايا بسوا بودكاست في منتصف شهر أبريل من العام الماضي اندلعت الشباكات المسلحة في الخرطوم ومحيطها بين طرفي هذا النزاع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الشباكات في بدايتها خلفت عشرات الضحايا وحالة من الهلع والفوضى أربكت حياة المواطنين السودانيين في ذلك الوقت كانت قناة الحرة قد خصصت نشرات للاستقبال مكالماته ومدخلات المواطنين السودانيين وسوف نستقبل خلال هذه الساعة مداخلات المواطنين السودانيين ومناشداتهم على الهواء مباشرة أكمل أنت كنت حاضرا وقتها تشرح تطورات هذه الشباكات على المباشر لكن ماذا حصل بعد ذلك؟ كيف تطورت هذه الحرب؟ وكيف تسعت رقعتها منذ ذلك الوقت؟ يصعب أن تجيب إجابة مختصرة عن ما حدث منذ أبريل لأن تغيرات الأحداث كانت كبيرة جدا نتحدث عن ما لا يقل عن تسعة أشهر هذه المدة الطويلة حادثت فيها تغيرات كبيرة جدا إذا بدأنا بالخرطوم نقول أن الخرطوم الآن لا يمكن الحديث حولها باعتبار أنها لا يوجد فيه أحد أو قلة من الناس الموجودين ومعظم الآن العمليات العسكرية ليست بعيدة أو ليست كثيرة لأن كل فريق كأنه اكتفى بما يمتلكه ويضع يده عليه من مناطق وبالتالي تحركت وجهة الخرطوم وجهة الفريقين المتخاصمين الدعم السريع والجيش السوداني إلى جهات أخرى كل كأنه آثر الاحتفاظ بما تحت يده من مناطق استراتيجية وكانت المعارك وقتها في أشدها في الشهرين الأولين في الخرطوم والثالث بسبب أن هناك مجموعة من الناس لم ترد الخروج باعتبار أن في بالهم كانت الحرب قد تستمر شهر اثنين ثلاث ولكن ليس أكثر من ذلك وستحسم لواحد من الفريقين ولكن بعد أن أصبحت الخرطوم فارغة تماما دعنا أن نكون أكثر دقة ليست تماما لكن نقول 75% من سكان خرطوم خرجوا أصبحت الإشكالية الموجودة عند الجناحين العسكريين أقل كل وضع يده على منطقة استراتيجية أو منطقتين استراتيجيتين فالعاصمة السودانية باتت مدينة أشباح قدرت إحصائيات غير رسمية عدد الفرين منها بأكثر من أربعة ملايين شخص سكانها لم يهجروها وحدهم بل هجرتها أيضا الحكومة فلذلك القيادات الكبيرة خرجت من الخرطوم ولذلك قل التركيز عليها والتأثير انتقلت الحرب من بعد ذلك وكانت أشد دراوة بعد الشهر الرابع على ما أعتقد أول خامس إذا لم تخدني الذاكرة إلى مناطق دارفور غرب السودان ومناطق دارفور هي باعتبارها كانت الشرارة الأولى التي بدأت فيها في منطقة الجنينة وكان هناك حديث كبير جدا عنده مقتل والي منطقة غرب دارفور ولقى مدينة الجنينة لكن اجتداد وطيرة المعارك جاءت هذه المرة على خلفية مقتل والي غرب دارفور خميس عبدالله أبكر بمدينة الجنينة في ظروف غامضة بعد اعتقاله واقت ياده إلى جهة مجهولة ذانت البعثة الأممية في السودان مقتل والي غرب دارفور ودعت إلى تقديم الجنى إلى العدالة فورا ومن بعد توالت هذه المنطقة لماذا؟ وأصبحت أكثر أهمية لتوالي استيلاء الدعم السريع على حامية الجيش السوداني في إقليم دارفور وكانت أكبر حامية هي وكانت صادمة لكثير من المستمعين والمتابعين والمواطنين السودانيين هو سقوط أكبر حامية في منطقة دارفور وغرب السودان في مدينة تسمى نيالة مات بها أيضا من هجرة كبيرة جدا من المواطنين النازحين واللاجئين وسوء أحوال هؤلاء في دولة شاد أدى الخروج والنزوح من منطقة نيالة ومن منطقة الجنينة إلى خروج هؤلاء الناس سيرا بالأقدام وركوبا على ظهور الدواب وإلى آخره وصلوا إلى معسكر الآن في منطقة بشي في دولة شاد في شهر ديسمبر الماضي تحولت الأنظار إلى وسط السودان حيث سيطرت قوات الدعم السريع على مدينة ود مدني في ولاية الجزيرة بعد انسحاب قوات الجيش السوداني المدينة ظلت طيلة أشهر في منأن عن الحرب ووجهة للنازحين هذا التطور الميداني رافقه الكثير من الأسئلة الجدل والغموض أكمل ما أهمية مدينة ود مدني في ولاية الجزيرة بالنسبة لطرفي هذا السراع وأيضا بالنسبة للسودانيين عموما مدينة ود مدني هي يمكن أن تقول نقول أهميتها كبيرة جدا لأنها يمكن أن نسميها سرة السودان بمعنى أنها منطقة الوسط السودان وهي المنطقة التي تربط مناطق الإنتاج بالمناطق الصناعية بمناطق الاستيراد والتصدير والميناء في الفترة الأخيرة نبع تهمية مدينة ود مدني لأنه أصبحت الملاذ الآمن لكل الذين خرجوا من ولاية الخرطوم ومدينة الخرطوم عندما أقول مدينة الخرطوم وولاية الخرطوم أتحدد عن نزوح ما يقارب سبعة ملايين شخص من ثلاث مدن وهي الخرطوم الخرطوم بحري وأم درمان الغالبية منهم اتجهوا إلى مدينة ود مدني لماذا مدينة ود مدني لقربها من الخرطوم أقرب مدينة حضرية للخرطوم وأيضا لسهولة الحركة تجاهها وأيضا لم تكن قريبة لعدم وجود أي حامية لقوات الدعم السريع في هذه المدينة بغير المدن الأخرى لم تكن هناك حامية عسكرية لقوات الدعم السريع في هذه المدينة وبالتالي كانت انسيابية الحركة تجاه مدينة ود مدني سهلة تقع الولاية والمدينة جميعا تحت قبضة القوات المسلحة حتى قريبا وأكثر هدوءا وأيضا أكثر استقرارا اقتصاديا باعتبار أنها من المدن الاقتصادية لأنها يقع فيها مشروع الجزيرة وهو المشروع الزراعي الأكبر إذا يمكن أن يقال بأنه الأكبر في منطقة شرق أفريقيا بصفة عامة يقارب دولة فرنسا مساحة هذا المشروع أراضي منبسطة أراضي انسيابية هذا المشروع الذي يروى ريا انسيابيا لك أن تتخيل أن هذه المساحات في مشروع الجزيرة هي التي يزرع فيها كل المحصول والإنتاج الذي يعتاش عليه المواطن السوداني من الذرة القمح إذن نفهم أن هذا النزاع المسلح بدأ في الخرطوم ثم انتقل بعد ذلك إلى غرب دارفور ووصل إلى وسط السودان في مدينة واد مدني بولاية الجزيرة هذا بالنسبة للجانب العسكري والميداني لهذه الحرب لكن ماذا عن الجانب الإنساني؟ هناك أكثر من 12 ألف قتيل وأكثر من 7 ملايين نازح أين يتواجدون أكمل وكيف هي ظروفهم في السودان؟ 12 ألف قتيل هذه ربما لم تكن هي الأرقام الحقيقية لا تنسى أن هناك مناطق ليصعب دخول فيها أي جهة من الجهات سواء كان المنظمات الدولية أو وزارة الصحة السودانية هذه الأرقام استقتها المنظمات الدولية من الأرقام التي وصلت إلى وزارة الصحة السودانية ووزارة الصحة أكدت أن هذه الأرقام لا يمكن الاعتداد بها كثيرا لسبب واحد لأن من قتل وأين قتل؟ لأن هناك مناطق ما زالت حتى الآن حتى داخل ولاية الخرطوم تشهد عمليات بين الفينة والأخرى فبالتالي لا يستطيع أحد أن يحدد من قتل وأعداد النازحين هذا من خرج وتم تسجيله في الجهات الرسمية الدولية لأن هناك كثر لم يسجله وبالتالي السبعة ملايين أيضا ربما يكون هناك الرقم أكبر من ذلك هذه كلها إذا نظرنا إليها كأرقام نقول بأن الحديث كل المنظمات الدولية هو الآن ما يحدث في السودان هو كارثة عقيقية بسبب هذه الحرب هناك أيضا آلاف الجرحة إضافة إلى المرضى الذين يتابعون حالاتهم الصحية أكمل كيف هو وضع المستشفيات بعد الحرب؟ لجنة طباء السودان المركزية أو لجنة التمهيدية لطباء السودان المركزية ذكرت في آخر تقرير لها بأن حوالي 80% من القطاع الصحي في السودان خرج و80% من المستشفيات خرجت عن العمل مستشفيات ولاية الخرطوم خرجت تماما إما بسبب التدمير من الغذف ما بين الجانبين ما حدث في النظام الصحي والمستشفيات في ولاية الخرطوم يمكن أن نقول بأنها خرجت تماما ولذلك التحذيرات الأخيرة كما ذكرت لك كانت مما يحدث في ود مدني لماذا؟ لأن الجانب الصحي يمكن أن نقول بأنه انتقل تماما من الخرطوم إلى ود مدني فكانت هي المدينة البديلة للنظام الصحي فبخروجها أيضا يمكن أن نقول هذه المعلومة التي ذكرتها اللجنة التمهيدية لطباء السودان أن النظام الصحي وكما ذكرت أيضا الأمم المتحدة أن النظام الصحي في السودان شبه منهار بسبب الحرب النشاط الاقتصادي للعديد من السودانيين توقف ونسبة البطالة التي كان يعاني منها السودان حتى قبل الحرب تفاقمت خلال هذا النزاع ماذا عن المواطفين الحكوميين والعمال كيف يتوصلون برواتبهم في دلغة الطروف؟ تسعة شهور ولم يحصل أي موظف على راتب حتى اللحظة ولذلك المعاناة في الجانب الاقتصادي لا يمكن وصفها مع خروج المنظمات الدولية المانحة التي تقدم إما دعما عينيا إما دعما ماديا وإما دعما غذائيا أصبحت خارجة عليك أن تتخيل شكل المعاناة التي يمكن أن تنتج عنها هذا الأمر لا يوجد راتب تقدمه الدولة منذ بداية الحرب لم تقدم أي راتب إنما قدمت جزء من المرتبات إلى بعض الفئات المعلمين وإلى آخره ولكن لم تستطع الإفاة ببقية المرتبات لعدم وجود أي جهة تقدم هذا الدعم لعدم وجود بنوك تعمل ومعظم السودانيين الآن يعتمدون إذا لم أكن مبالغا على ما يقدمه لهم أقرباؤهم من خارج السودان أكمل ماذا حدث لحركة التجارة لتوفير السلع سواء من الداخل أو من خلال عملية الاستيراد كيف أثرت هذه الحرب على توفير حاجيات السودانيين السودان لا يعتمد كثيرا على المأكل والمشرب من المستورد والمصدر ليس كثيرا ولكن الإشكالية أن مفاقمة الأزمة وقلة النقد المالي أدى إلى أن يدخل أيضا التجار في هذا الجانب وبالتالي أدى إلى جشعة كلما كانت هناك أزمة معروفة في العالم كلما ظهر الذين يتكسبون من خلال هذه الأزمات وهذا ما حدث فعلا في السودان أن الناس رفعوا الأزعار بصورة مبالغة ولكن المواطن ليس لديه شيء في يده إلا أن يستجيب فبالتالي يشتري ويأكل لأنه ليس لديه خيار في هذا الأمر في سبتمبر الماضي عادت حركة النقل الجوي في السودان بعد أشهر من التوقف قد وصلت طائرة تتبع لشركة مصر للطيران إلى مطار بورت سودان قادمة من القاهرة وعلى متنها نحو مئة راكب مطار بورت سودان شرق الملاد هو المنفذ الجوي الوحيد في السودان إضافة إلى المنافذ البرية باتجاه مصر وإتيوبيا وإيريتيريا لكن ماذا عن التنقل داخليا؟ هل ممكن مثلا أن ينتقل مواطن سوداني من الخرطوم باتجاه وسط السودان في مدينة ودمدني أو شرقا باتجاه بورت سودان بدون مشاكل؟ ليست هناك مشكلة الناس تنتقل عادي البترول المتوفر وهناك نقاط تسمى نقاط الارتكاس ما بين كل ولاية وأخرى قد تجد الجانب الذي يسيطر عليه من خلال هذه الحركة في الشوارع البرية تعرف من يسيطر على أي المناطق لأنك قد تذهب تجد ارتكازات يتم التفتيش فيها من خلال قوات الدعم السريع تعرف أن هذه المناطق تحت سيطرة قوات الدعم السريع ومن ثم تدخل مرة ثانية في مناطق أخرى تجد أن الذي يقوم بالتفتيشهم من قوات الجيش السوداني تعلم بأنك دخلت في منطقة تدبع لسيطرة جيش السوداني أكمل هناك وضع إنساني كاريتي وقطاع صحي منهار واقتصاد ينتظره مزيد من الكماش هذا العام بحسب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السؤال كيف يمكن إنقاذ السودان وإيقاف هذه الحرب لا يمكن من الصعوبة بمكان الإجابة على أن كيف تتوقف الحرب الحرب تحتاج توقف الحرب يحتاج إلى إرادة سياسية ما لم تكن هذه الإرادة السياسية موجودة لكل الجانبين يعني هنا قيادة الجيش السوداني وقيادة الدعم السريع ألم تكن لديهم هذه الإرادة لإيقاف الحرب والإيقاف نزيف الحرب عن طريق الجلوس والتفاوض لكيفية إيقاف الحرب وأن تقف الحرب ولذلك كل ما يحدث الآن في المجتمع الدولي سواء كان من الإيقاد منظمة الإيقاد أو الاتحاد الأفريقي أو الشركاء الإيقاد وأصدقاء الإيقاد ممثلين في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية من برجدة قد تكون هذه هي البداية لوضع حد لمأساة السودانية بعد مرور تسعة أشهر على اندلاع الحرب يتوق السودانيون إلى أن تتبدد التعقيدات التي تطفو على سطح المفاوضات من وقت إلى آخر وإلى أن يتوصل طرف الصراع إلى اتفاق يسمح للانتقال إلى مرحلة ما بعد الحرب والشروع في إصلاح ما خلفته من تداعيات اقتصادية وإنسانية كان هذا بودكاست زوايا من سواء بودكاست كتابة وإعداد عبد العالي صحر تدقيق نهيل أورايلي مكساج ميراس عريان إشراف سواء بودكاست محمد فاروق عبد الرحمن إذا عجبكم ما نقدمه أرجع تقييم الحلقات على منصات الاستماع للبودكاست وأرسلنا تعليقاتكم واقتراحاتكم على منصات التواصل الاجتماعي إلى اللقاء في موضوع جديد من بودكاست زوايا اشتركوا في القناة